اليوم إن شاء الله سنريكم الطريقة الصحيحة للقبول في جوجل أدسنس يعني سيكون درس بإذن الله ممتاز جدا وحصري حصري حصري جدا كل الأخوة الذين يشتكون من القبول في جوجل أدسنس بإذن الله سميع العليم سوف يتابعون هذا الدرس المجاني في قناتنا عبر يوتيوب وسيتعلمون الطرق التي نستعملها طرق قانونية طبعا ليست طرق بلاكهات للقبول في جوجل أدسنس بإذن الله سنستخدم سكريبتات مميزة وسائلة الاستعمال مثل هذا سكريبت أيضا وأيضا سنستخدم مواقع المقالات ولكن سنبدأ بالسكريبتات مثل هذا سكريبت كما قلت سكريبت شبيه جدا من موقع المشهور طبعا هذا سكريبت مقبول من جوجل أدسنس إخوتي الأعزاء وسأريكم خطوة بخطوة كيف ننصبه والطريقة التي أستعملها شخصيا لضمان القبول لا يكفي أنك تطبق طريقة أو تضع أي سكريبت أو أي موقع وتنتظر القبول في العديد من الأخوة الذين يأتونني ويقولون لي عندي مقالات عندي موقع جهز ولكن للأسف لا يتم قبوله في جوجل أدسنس فبإذن الله سأريكم الاستراتيجية التي أعمل بها كل الروابط والطرق التي سأشرحها اليوم بإذن الله أخوتي ستجدونها أسفل في الدسكريبشن الخاصة بطريقة العمل وطريقة القبول بهذه الاستراتيجية المضمونة كنا سابقا عفوا في قناتنا عبر يوتيوب أعطينا استراتيجية كيف تقبل بدون مقالات نعم الاستراتيجية مازالت تعمل ولكن أضفنا عليها التعديلات أساسية كي يتم قبولك بإذن الله فتابعنا في هذا الفيديو السلام عليكم أيها الرائعون مرحبا بكم وإخوتي الكرام في درس جديد واليوم كما قلنا سنشرح الطريقة المضمونة إن شاء الله في القبول في جوجل أدسنس وهم شروط القبول في مدة وجهزة بإذن الله بالنسبة للأخوة المبتدئين واللي عندهم مشاكل في جوجل أدسنس مشاكل الرفض مشاكل يعني المعروفة بإذن الله سنحلها اليوم مع بعض البداية بإذن الله إخوتي الكرام مغلب الناس ماذا يفعلون عندما يفكر في يعني شراء أو إنشاء مدونته أول شيء يفعله يذهب إلى جوجل أو في أقصى حد أنه يعمل هكذا يعني نايم جينيراتور ويبحث يعني عن اسم جيد لمدونته سأكون واضحا معكم إخوتي الأعزاء أن هذه طريقة جيدة ولكن بالنسبة لجوجل أدسنس إيش هو المشكلة؟ المشكلة إخوتي الكرام أنه لو بدأنا الآن بدمين جديد لا يعرفه جوجل أدسنس الأوثوريتية والمصدقية الخاصة بدميننا ضعيفة حتى وإن كان المحتوى الذي رأح نقدمه لاحقا يكون جيد فجوجل لا يعرف مدونتنا لا يعرف موقعنا فيحتاج إلى شهرين أو ثلاثة ليقبله أوكي هناك العديد من الأخوة سيقولون اليوم لي أنا دومين جديد وقبله هذه حالات قليلة نحن اليوم نتكلم عن الأغلب الأغلب الحالات عندما يكون دومين جديد غير معروف مثل الأخوة الذين خاصة يهتمون بمجال المعلوماتيات ويعطينا الدومين له علاقة بالتاك أو شيء من هذا القبيل ويعطونا مقالات ماشاء الله أنا شفت هذه المقالات تكون جيدة يعني أنا شفت مقالاتهم والتدوينات التي يستعملوا أغلب الأخوة هي تدوينات جيدة لكن رغم ذلك لا يقبلهم AdSense ببساطة أخي الكريم يعني أنت الدومين الذي تستخدمه ليس له مصدقية طبعا إيش الحل لهذا المشكلة عندما تستخدم دومين جديد هذا إن شاء الله رح نشرحه في دروس قادمة اليوم هي طريقة القبول في جوجل AdSense بإذن الله سميع العليم لو تابعتم ما سأشرحه اليوم فأضمن لكم أكثر من 99% أنه ستقبل بإذن الله أول شيء أول شيء أخوتي الكرام نذهب إلى هذا الموقع وهو expireddomain.net موقع مشهور جدا سنجد فيه أغلب الدومينات المنتهية ثم رح نعمل فلتر بهذه الطريقة هذا الفلتر طبعا حتى نتفادى الدومينات التي ليست لها قيمة أول شيء يفضل أن نقوم بتأشيه هذه الخانة يعني الدومينات يكون لها ترتيب سافقا في موقع اليكسا طبعا موقع اليكسا رانك لم يعد موجود فطبعا هاتي نتكلم عن الدومينات المنتهية الباكلينكات سنقول له أقل شيء يكون عنده 400 باكلينك والسيارة والأرش فتكون أقل شيء 200 ثم هنا سنقول له فقط لو سمحت أظهر لي الدومينات الموجودة ثم بالنسبة للدمين يفضل أخوتي الكرام أنه لا يكون دومين طويل يعني على شكلة أحرف كثيرة 11 حرف أو 12 حرف أو شيء من هذا قبيل فسأقول له كماكس يعني يكون من تسعة أحرف بهذه الشكلة ثم سأضغط على أبلاي فيلتر بهذه الطريقة عندما أفعل هكذا كما تلاحظ يعني الدومينات أصبحت حاليا في القائمة عندي كام يعني أقل من عشرة فسأقوم بنسخها كي أختار طبعا الدومين الأفضل لاختيار الدومين الأفضل سأذهب إلى هذا الموقع الذي سيمكنني من وضع قائمة الدومينات التي أمتلكها ثم سأضغط I am not a robot ثم check authority بهذه الطريقة أنتظر قليلا ليبحث عن authority وكما تلاحظ أخي الكريم هذه هي المواقع الموجودة طبعا أحذروا من المواقع التي تكون فيها شيء من الإباهية أو شيء من المملوعات مثل هذا الموقع على سبيل المثال حتى وإن وجدته جيد ابتعد عنه أو يعني الأفلام مسروق أو شيء من هذا القبيل به أول شيء ستركز عليه أخي هذه القائمة أو spam score يجب أن يكون spam score الخاص بالدومين الذي نريد شراءه مخفض هنا لو لاحظنا هذا الموقع مثلا جيد ولكنه spam score نتعه طالع جدا فلن نشتريه مثلا هذا UZ mafia الاسم جيد حتى spam score مش عالي ولموز رانك يعني 4.2 ممتاز لكنه is mafia له علاقة بالمافيا صعب جدا أن يقبله Google AdSense فننسى هذا الموقع أو هذا الدومين نفس الشيء نبحث نبحث هذا bugger يعتبر جيد مخفض في spam score بالنسبة للأوثوريتي والموقع مخفضة قليلا والموز رانك 1.8 شوية أنا لو كنتوا مكانكم سأختاروا هذا الموقع SS SS . . . . . فأفضل شيء هنا نعود إلى Delete Domain ونضغط على Delete.com حتى يعطينا فقط القائمة منتعة المنتهية التي تكون .com أعيد نسخها مرة أخرى ثم ألسق فقط القائمة .com بهذه الطريقة أخوتي العزة أبحث على أعمل Check Authority هنا يعطيني قائمة كما تلاحظون به هنا spam score Pixash هذا جيد 0 spam score هذا host shoot يعني منخفض قليلا في الاثوريتي الحقيقة فلا لا نأخذه بعد في هذه القائمة شخصيا أنا لا أرى فيها أي دومين ممتاز في حالي يعني أنت لم تجد الدومين ممتاز في يومها قاعد الكرة عديد المرات في اليوم ليس شهلا أن تقتنس دومين جيد مباشرة أخي الكريم ولكن لا تركز فقط على Dominate.com يمكنك أيضا أن تبحث في Dominate.net Dominate.net أيضا مقبولة في جوجل فهنا سنغير هذه Dominate.net التي وجدناها بعد الفلتر هذه هي قائمة كما قلنا يزيد مافيا في كلمة مافيا فلا نستعمله هنا أيضا في قائمة Dominate.z يعني لا أرى دومين جيد فلا نستعمله هذه قائمة نكمل البحث يمكننا أيضا أن نستعمله Dominate.org لا يوجد إشكال Dominate.org أيضا مقبولة في AdSense أخوتي الكرام أنا أفضل Dominate.com فإن لم نجد سكون.net فإن لم نجد .org يكفي ذلك وأبحث هنا نعم حسنا لدينا هذا الدومين أراه جيدا جدا أكترك.org يعني الدومين ليس لفيه كلمة كثيرة دومين أوثورتي واحدة وعشرون بيت أوثورتي ثلاثة وعشرون أسبام سكور ليس عالي والموز رانك يعني ثلاثة فاصل ستة أعتبره جيدا جدا هل يعني هذا أنني سأثري هذا الدومين لا سنقوم بفحصه بموقع آخر وهو هذا الموقع أخي الكريم طبعا كل الروابط التي تحتاجها ستركها أسفل في Description ثم أضغط على Submit ستركها 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 ثلاثة فاصل واحد يعتبر جيد جدا هذا جيد جدا لكنه القواليتي الخاصة بالباكلينكات يعني ضعيفة رغم أن القواليتي لو وجدتها موديليت ونأخذ هذا الموقع مباشرة أنا شخصيا يمكنني أن أنطلق بهذا الموقع حتى وإن كانت ضعيفة القواليتي الخاصة بالباكلينك هذا الدومين أؤكد لكم أنه جيد جدا يمكنك أن تبدأ به موقعك أخي الكريم هذا الدومين يمكن أن تشتريه سنخضع دومين آخر جيد للفحص بهذه الطريقة مثلا مثلا يكون غير عالي يعني السبام كما قلت نرجع ل دومينت دوت كوم مرة أخرى نحن نرى القائمة مرة أخرى نرجع هذا الموقع كلوبازي دوت كوم منتاج سبام سكور مرتفع قليلا ولكن ليس كثيرا سأخضعه لنفس التست حتى أقرن أي دومينة أفضل بهذه الطريقة أستطيع أن أقرر أيهما أفضل لأشتريه كما قلت لو لم تجد ما تحتاجه أعد الكرة على عديد مرات يعني ليس لا تسرع بالشراء هذا هذا سبير سكور متاعه 2.2 على 10 أقل شوية من الآخر ولكنه البيجرين كواليتي موديريت سبام سكور قلنا أعرب على 18 مش كثير فهذا أيضا دومين يعتبر جيد أنا كلوبازي هذا أفضله عن الدومين السابق فيمكنني الآن أن أشتريه وألطلق في العمل بعد أن تكون قد وجدت الدومين الجيد الذي تريد أن تشتريه أخي الكريم هنا ستحتاج طبعا استضافة جيدة للعمل عليها فأنا أنصحك بموقع لأنه يمكنك من الحصول على ذلك الدومين سنة كاملة مجانا مع سعر استضافة رخيص ورخيص جدا مقارنة بالمواقع الأخرى يمكنك أن تختار هذا البلان رخيص جدا ويعني عنا بارتنر معهم ويعطينا سعر جيد وجيد جدا بسختم الكوبال الخاصة بنا أول شيء ستضغط على هذه الخانة register on new domain وتضع الدومين الذي قمت باختياره تحذف كلمة .com حتى يبحث لك عن الدومين الذي قمت باختياره أخي العزيز clubazzy.com هذا هو ثم هنا بالنسبة للبريفيسي الخاصة بالدومين أنا أنصح بحذفها لا تحتاج للبريفيسي بالنسبة للمدة أنا أنصحك بسنة لأنه سنة ستعطيك كذلك الدومين مجانا هذا يعتبر جيد لأخوة المبتدئين هنا طبعا ستضع الإيميل والباسورد والبين سيكوريتي الخاص بك أفضل طريقة للدفع هي البيبال فعلا تستعمل كريدت كارد وفضل للبيبال هنا طبعا ستضع المعلومات الخاصة بك وعنوانك وكل شيء بطريقة صحيحة إن كنت استفدت سابقا من العروض الترويجية لـ Hostgator يجب أن تضع إيميل جديد هنا هذا مهم جدا حتى تستفيد من العروض مرة أخرى الأديشنال سيرفيس أنصحكم بحذفها كلها لا تحتاجها بصراحة هنا كما تلاحظ سعر الدومين والهوستينج لمدة تسنة كاملة 50 دولار استخدم هذا كوبون أخي الكريم 2019 الأربيح وستلاحظ أنه سعر الدومين يعني سنة كاملة بـ 38 دولار يعني معه الاستضافة هذا يعني شيء رهيب ورهيب جدا ولو استخدمت البيبال في الشراء ستصبح فقط 36 دولار يعني سنة كاملة وكأنه مجاني لسنة كاملة أوكي فهنا بعد أن تختار الدومين طبعا ستقوم بالشراء ثم ستضغط على check out now وطبعا سيجهز لك استضافتك بمجرد تجهز الاستضافة الخاصة بك سنريك بقية العمل إذن إخوتي الكرام سأريكم كيف نعمل في موقعنا لضمان القبول في أدسنس طبعا بعد أن اشترينا الدومين وركبناه في الاستضافة وطبعا قمنا بتنصيب ورد بريس بعد تنصيب ورد بريس نحتاج إلى بعض البلايجينز الأساسية التي يعني ستساعدنا إن شاء الله في القبول أول شي أول البلايجين سنقوم به هو البلايجين الخاص بالكوكيز عفوا فهذا مهم جدا سيساعدنا إن شاء الله في القبول في جوجل آدسنس هذا البلايجين الذي اسمه كوكيز ياس أنا أنصح به بشدة أوكي خلينا نصب أيضا بقية البلايجين المهمة ثاني بلايجين نحتاجه المنصبه إخوتي الكرام هو هذا لتحويل الزائر أوتوماتيكيا للواجهة يعني الواجهة سوى دخل بالدومان أو بدونه مهم جدا أن يكون متوفر فيه السل هكذا وهذه لا تحق نعمل فكس لا تحق نعمل لا تحق نعمل با ديفولت هكذا لا تحق تعديل كبير أوكي البلايجين الموالي اللي راح نصبه أخوتي هو contact 7 هذا البلايجين الهدف هو أن نعمل فورم خاصة بالcontact مهم جدا أنه يكون عنا صفحة contact as في الموقع الخاص بنا بعد أن نقوم بتنصيبها ناخذ هذا الكود الخاص بالcontact ببساطة نذهب إلى page add new هكذا وننشأ صفحة جديدة نسميها contact as هكذا وننسخ الكود هنا وبذلك نكون عملنا صفحة خاصة بالاتصال بنا كما قلنا هذا مهم جدا لإنشاء الموقع الخاص بنا البلايجين الموالي يا أخوتي الكرام اللي نحتاجوه هو بلايجين اسمه legal page هذا البلايجين رائع ورائع جدر سيغنينا عن البحث أو الاجتهاد كل مرة أن نقوم بإنشاء صفحات المهمة الخاصة بال وصفحة الكوكيز وغيره ف تمكننا أن نقوم بكل هذا بكل بساطة فأول شي بعد تنصيب تضغط على أنا موافق هكذا أوكي تعطيها يعني المعلومات الخاصة بالبزنس الخاص بيك كان عندك وكستر كان عندك بروفيلات أيضا على فيسبوك وتويتر وغيره تقدر تحط المعلومات هذه ثم تضغط على ومن ثم تضغط على بهذه الطريقة تختار مثلا هنا صفحة الأولى صفحة مهمة مطلوبة من جوجل تضغط على ويكون قد أنشأ الصفحة مباشرة نفس الشي بالنسبة لصفحة الخصوصية هنا صفحة نفس الشي صفحة ديم سي أو حقوق طبعا نفس الشي كاليفورنيا كاسمور كوبا أيضا هذه من الصفحات المهمة مش تحب تشوف أي صفحة فيهم كيفية أنشأها تضغط عليها فقط وتجد أن الموقع قد قام بإنشائها بطريقة أوتوماتيكية يعني من دون أنك تجتهد أو ضيع وقتك في أشياء مثل هذه أخي الكريم خلينا نشوف موقعنا كيف صار بهذه الطريقة كما تشوف هذه الإضافة الخاصة بالبريفيسي بوليسي سوى تقبل أو ترفض وغيره اكسترا بال بالبليو وإنشاء وهنا كما تشوف الصفحات التي تبقى أنشأها منذ قليل صفحة الأتصال بناء صفحة الكاسمور وغيره طبعا الموقع المزر الفارغ والقالب سيء جدا باش نعريكم أيضا إن شاء الله أفضل قالب للقبول في جوجل القالب أخوتي الكرام اللي نستعمله أنا عادة للقبول في أدسنس هو القالب هذا طبعا لا يعني هذا القالب الوحيد اللي بيش يقبل ولكن نسبة القبول فيه كثيرة لأنه قالب خفيف ويعني كل الأخوة تستطيعون أن تحميلونه طبعا هذا في القبول ليس في العمل في الأربيتراج في العمل في الأربيتراج أرجع لدولة الأربيتراج الخاصة بنا يا أخوتي الكرام فهنا سأعمل انستال لهذا القالب هو قالب خفيف وسهل لاستعمال فقط ليس يعني لا تتصوروه يعني باحترافية كبيرة هذا هو هذه هي وجهة القالب يعني سهل جدا يعني من هنا لوغو بعض الصفحات أو المنيو وهنا يعني وهنا المقالات يعني قال بسهل خفيف عادي جدا هنا طبعا بعد أن فعلنا ذلك لن ننسى أهمية طبعا التقسيمات مهم جدا أن تضع التقسيمات الخاصة بك وبعد أن تضع التقسيمات طبعا التقسيمات هنا سيكونوا في الكاتيجوري تعبن الكاتيجوري بتاك وتضعهم في الآلة وفي الأسفل طبعا صفحات الهامة هنا ستسألني سؤال أخي الكريم كم أحتاج من مقالة للقبول في جوجل هنا أقول لك أخي عند كتابة المقالات حسب جوجل نفسه حتى يعني في المدونة الرسمية لجوجل قال أنه عدد المقالات يفضل أن يكون عشرين على الأقل طبعا كل ما زاد عدد المقالات كل ما كان أفضل هل يعني ذلك يعني أقل من عشرين لن تقبل في مواقع تقبل حتى بمقالين وثلاث كما قلت الشيخ يحفظ ولا يقاس عليه فالأغلب نحن نتكلم في الأغلب حتى مواقع قبيلت لي حتى بدون محتوى أصلا المهم نتكلم هنا عن الطريقة المضمونة للقبول في أدسنس تريد أن تضمن القبول في أدسنس أقل شيء يكون عندك عشرين مقالة حصرية بدون نسخ بدون يعني يعني أخذ صور من ناس أخرى أخذ من مقالات من ناس أخرى فبإذن الله ستقبل أخي الكريم هنا ربما ستسألوني من أين سأتي يعني بالمقالات هنا في بعض الأخوة يستعملون بلاجين يعني WP أوتوماتيك لجلب مقالات أوتوماتيكية هذا لأنصح به لأنه هذا حاليا أهم أو صار يعني يجيب حتى في العديد من الناس يعني مجرد أنه يفتح الحساب ومباشرة لا تستعملوا هذه الطريقة أرجوكم لا تستعملوا هذه الطريقة لأنها تسبب المت مباشرة في عديد من الناس يبيعونها حسابات حاليا بأسواة مرخيصة والسبب أنهم يستعملون هذه المتود فأبتعدوا عنها أخوتي الكرام اكتبوا مقالات حصرية بيديكم إن كنتم تستطيعون إن لم تستطيعوا استخدموا للأي يعني الانتليجيونس ارتفكيسيال أو الذكاء الاصطناعي جيدة أو يعني يمكن شراؤها من الكتاب من فايفر مننا شخصيا نحن في مدارة الأربع أيضا نقدم هذه الخدمة الناس اللي تحب تشتري من عنا مقالات بأسواة مقبولة جدا وبكلمات مفتاحية غالية ومميزة لأسنس يمكنهم أن يتصلوا بنا إن شاء الله سأترك لكم أيضا رابط الانتصال بنا أسفل فتحصل مقالاتك إن شاء الله وتبدأ في العمل هذا أحد نماذج المقالات التي نكتبها أخوتي الكرام المهم أن تقدر تكتب مقالات مثل هذه تكون جيدة تكون حصرية مهم جدا تكون فيها العنوين الأساسية العنوين الفرعية مقدمة خاتمة مهم جدا نعم تكون عندك خاتمة هذه كذا الصور تلحق فيها الصور يمكن أيضا أنزيد فيها شوية فيديوهات تسهل المفهوم للقارئ ثم تعمل لها يكون عندك عشرين مقالة من هذه المقالات بإذن الله السميع العليم راح تتمكن من يعني النجاح والقبول في جوجل أخي العزيز هنا السؤال الذي يطرح أغلب الناس أنا أنهيت العشرين مقالة وأكثر الخاصين بيا موقعي جاهز أوكي بسم الله أتوجه إلى جوجل وأطلب حساب أدسنس 99% أخي الكريم راح ترفض للأسف يعني هو مش شرط ولكنه جوجل حاليا يحبذ أنه يكون عنك عدد من الزيارات عدد يعني مش كبير لكن عدد جيد من الزيارات يعني الجيدة هنا أحذر أحذر من الزيارات البوت أخي أو الزيارات من واقع البوش آد ليس البوش عفوا البوب آد لأنزح بذلك به إيش نعمل إذن يا أخي فايسل ما ستفعله ببساطة أنك تجلب زيارات من جوجل أنك تقوم بأرشفة موقعك أخي ليأتيك زيارات من جوجل موقعك جهز لا تسرع لطلب حساب أدسنس لا أول شيء قم بأرشفة موقعك إيش تعمل تذهب إلى جوجل هكذا ثم تكتب جوجل وابماستر تولز هكذا أو جوجل سيرش كونسول كما بالاسم الجديد أوكي هنا تضغط على أجوتي إن بروبيتي أو نضيف حسابا جديد ناخذ اسم الدومين الخاص بنا هكذا نضيف هنا نعمل continue سيطلب بنا رفع هذا الملف للتأكد أننا يعني أصحاب ذلك الموقع فسنقوم بإضافحه على الاستضافة الخاصة بنا بعد أن قمت برفعه على الاستضافة الخاصة بنا نعمل هكذا validate كي يتثبت يعني أني صاحب الموقع يقول لي مبروك أنت الآن أثبت أنك صاحب ذلك الموقع هل يكفي ما فعلته طبعا لا مهم جدا أن نضيف سايتماب والسايتماب في العديد من الطرق لإنشائها أنا أفضل هذا الموقع سايتماب جينيراتور لأنه السايتماب اللي يقوم بإنشائها بصراحة ممتازة جدا 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 من أفضل السايتمابيات اللي بيتلقاهم وسريعة الأرشفة أنصحكم بها بصراحة فتأخذ الويب سايت متاعك العادة تضيف هنا الويب سايت تضغط على ستارت ليبدأ هو بإنشاء السايتماب أخي الكريم الخاصة بك ونقل يعني قم بتحميل السايتماب الخاصة بي لو سمحت هنا وطبعا نقوم برفعها أيضا على السيرفر بعد أن قمنا بإضافتها على السيرفر نضغط هنا على كلمة سايتماب ولاسق الكلمة سايتماب الخاصة بنا ثم نضغط على هكذا على سايت وهكذا تشوف أوبريشن ساكسيس هكذا يكون يعني قام بإضافة السايتماب الخاص بنا بطريقة صحيحة يمكنك أن تعود بعد أسبوع أو أقل لتجد صفحاتك هنا بدأت تتأرشف في الموقع طبعا حاليا يقوم بجمع الداة هل ذلك كيف فقط لا أنصحكم أيضا بأرشفة الموقع في موقع بينك عن طريق ضغط على بينك وبماستر بينك سيأتي لكم بعدد جيد من الزيارات إخوتي لو كنتم تكتبون بطريقة السيو أضمن لكم يعني أنكم راح تأتون بعدد جيد من الزيارات إن شاء الله ونتضغط على ونسأقول له أسجل بجيميل عندي حساب سابقا فسأضغط هذا كذا على كلمة ونعطيه الويب سايت الآن أو ببساطة نقدر نجبدها من جوجل كونسول فنقوله هكذا نعمل هكذا كما تلاحظ قد اكتشف أنه عندي هذا الموقع فسأقول له قم بعمل أمبورت له حتى يعني يأخذ الداتا من جوجل سيرش كونسول يعني كي لا أقوم بإعادة كل شيء مانويل يعني نمشأ عساب ونضيف يعني سايت ماب طريقة يدوية كل شيء يدوي هنا ما غير ما نقعد يعني نضيع وقت أنه كل شيء راح يكون اخوتي الكرام حتى تشوف حتى السايت ماب يعني أخذها بطريقة أوتوماتيكية ونصيحة أخيرة كل ما تضيف مقال جديد أنصحك أن تأرشفه بطريقة يدوية عدا يعني الأرشفة الأوتوماتيكية تأخذ هكذا المقال ثم ترجع على جوجل سيرش كونسول هكذا تضغط هكذا يعني برابط المقال بهذه الطريقة وتطلب أرشفة يدوية يقول لك هذا المقال لم يؤرشف بعد فقل له لو سمحت قم بعمل أرشفة لموقعي وهكي يكون عملك أرشفة يدوية لتلك المقالة كل مقالة جديدة تقم بعملها يعني أرشفة يدوية هذا بشي سرع في الأرشفة نتاع الموقع نتاعك إن شاء الله تقدر تضيفه لجوجل نيوز نارض أنا يعني نشوفها يعني مش خطوة مهمة لو تقوم بالأرشفة الليدوية مش مهم جدا أنك تربطو بجوجل نيوز هاتين الخطوتين سيضمناني لك بأن الله أنه تجيك زيارات من جوجل تقدر طبعا تنشره لو عندك صفحة فيسبوك جيدة عندك يعني لينكدين جيد حسابات سوشيل ميديا جيدة تقدر تنشره المهم ركز على الأرشفة الأرشفة يعني فيش تجيك زيارات من جوجل أفضل مليون مرة سأقوم بالطلب أنصحك أن تنتظر على الأقل أسبوعين بعد أسبوعين توكل على الله وأطلب حساب أدسنس وبإذن الله السميع العليم لو اتبعت كل النصائح السابقة التي ذكرتها أضمن لك أن تحصل على حساب جوجل أدسنس أخي الكريم رجاء كل إنسان يستفيد من هذا الدرس ويصبح عنده حساب أدسنس بعد أن كان يعني يعذب جوجل أدسنس في القبول أنه يدعمنا بنشر هذا الفيديو حتى يستفيد كل الناس وترك تعليق مميز شكرا لكم جميعا هنا السؤال الذي يطرح نفسه هل مازال جوجل يقبل المواقع أو الويبسايتات التي بدون محتوى يعني سكريبتات أجل مازال يقبلهم المهم يكون فيهم شوية زوار ويحترموا كما قلنا السياسات السابقة اللي يكون فيهم صفحة لاتصل بنا كما هذا سكريبت البسيط الخاص بالتحميل يعني الملفات أنا ننصحكم يعني تدخلوا الموقع كود كانيون وتبحثوا عن سكريبتات اللي تشوفوها مناسبة وتقدروا تطلبوا بيع حسابات ألسلس أيضا أنا شخصيا سنعطيكم بعض الأمثلة اللي يعني أنا مجربها سابقا أنه يعني يحبها جوجل ألسلس كما سكريبتات السيو سكريبتات السيو أخوتي الكرام محبثة لجوجل ألسلس يعني التولس السور تحويل السور من صيغة إلى صيغة خاصة إلى صيغة الويب بي تسكريبتات عليها طلب كبير أيضا تقدر تستعملها في العديد والعديد من السكريبتات اللي أنت تقدر تتصفحها في موقع يعني الكود كانيون وبإذن الله يقبلونها في جوجل ألسلس كما قلت الشرط الوحيد أنه يكون عندك وتكون الصفحات المهمة يعني موجودة ولكن هذه نقدر نقول بنسبة 70% القبول فيها ولكن الطريقة السابقة بالمقالات بالنسبة تكون 100% أخوتي العزاء إن شاء الله سميع العليم آخر شيء كي لا أنسى أخوتي الكرام لا تنسى أن تنضم إلينا في الجروب الخاص بناء AdSense Arbitrage Tricks نشارك فيه العديد من المعلومات والهدايا وكل أسرار الخاصة بAdSense Arbitrage الأدوات وغيره لتعم الفائدة للجميع ونساعد بعضنا البعض يعني ما شاء الله نحن أكثر من 6000 عضو في هذا الجروب المتفاعل ستجدون فيه النصائح في العديد من الأخوة المميزون رابط الجروب إن شاء الله كل عدس تجدونه أسفل في مرحبا بكم اسمه هو شكرا لكل من تابع فيديو اليوم شكرا لكل من يدعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته